السؤال الثاني من الرسالة نفسها ما هو الفهم الصحيح لطبيعة الوحي وفقا للعقيدة السليمة عند أهل البيت عليهم السلام وهل ما هو وارد في ظواهر الكتاب الكريم وجملة كثيرة من الأحاديث من أن جبرائيل عليه السلام هو ناقل الوحي عن الله إلى النبي صلى الله عليه وآله سواء كان هذا الوحي قرآنا أم شيئا آخر كأن يبلغه بكذا وكذا أو ليعلمه كذا وكذا هل هذا الفهم يستقيم مع المعرفة الحقيقية بمنزلة ومقام رسول الله وباختصار كيف نفهم فهما عقائديا صحيحا وساطة جبرائيل بين الله وخاتم النبي صلى الله عليه وآله سؤال مهم أيضا وهذه مشكلة عقائدية عويصة قطعا ليست في دين العترة الطاهرة ولكن بحسب منهج السقيفة بني ساعدة وبحسب منهج السقيفة بني طوسي إنها مشكلة عويصة من جهة يفضلون النبي على الملائكة ومن جهة يجعلون الملائكة هم الذين يعلمون رسول الله مشكلة عويصة يقفزون عليها كما يقفزون على سائر الحقائق لكنني في دين العترة الطاهرة سأبين لكم الصورة الواضحة الصورة الجلية البينة إنني لا أعبأ بما يقولون ولا أعبأ بما يقال عني هذه حقائق دين العترة الطاهرة سأجيب وبإيجاز وقد أجبت عن هذا الموضوع في برامجي السابقة لكنني سأجيب أيضا لأن السؤال في الرسالة يتناول هذا الموضوع وأبدأ من أبينا آدم أبونا آدم في سورة الأعراف في الآية العشرين بعد البسملة والتي بعدها وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة من الذي قال إبليس يقول لأبينا آدم وأمنا حوى وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكيني أو تكون من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين جبرائيل حين سأل أبانا آدم بعد أن أخرج أبونا آدم من الجنة قال قال يا آدم إن الله سبحانه وتعالى نهاكا أن تأكل من الشجرة لماذا أكلت منها قال لأن إبليس أقسم لي وقاسمهما أقسم لأبينا وأمنا أقسم لهم أبونا آدم يقول ما ظننت أن أحدا يقسم كاذبا يقسم بالله كاذبا إبليس أقسم بالله وكان كاذبا هذا هو إبليس فأبونا آدم هنا خدع وأمنا كذلك أمنا حوى ونقرأ في سورة طاها من أن أبانا آدم جاء وصفه في الآية الحادية والعشرين بعد المئة بعد البسملة وعصى آدم ربه فغوى معصية وغواية وفي السورة نفسها في الآية الخامسة بعد العاشرة بعد المئة بعد البسملة ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزمة ونقرأ أيضا في سورة البقرة في الآية السابعة والثلاثين بعد البسملة فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه أبونا آدم خدعه إبليس أبونا آدم وقع في المعصية والغواية والغواية الشيطانية أبونا آدم نسي العهود وما كان له من عزم أبونا آدم أخرج من الجنة ولكنه ولكنه رجع تائبا وقبل التوبة أبونا آدم أبونا آدم أبونا آدم هكذا يتحدث القرآن عن أبينا آدم أبونا آدم هناك بيت شعر يقول أبي آدم أبي آدم باع النعيم باع النعيم بحنطة على الرواية التي تقول من أن الشجرة التي أكل منها هي شجرة الحنطة أبي آدم أبي آدم باع النعيم بحنطة فلست ابنه إن لم أبع بشعيري هذا هو أبونا آدم ونحن أبناؤه أبونا آدم هو الذي تقول سورة صاد عنه في الآية الثالثة والسبعين بعد البسملة فسجد الملائكة كلهم أجمعون كل الملائكة سجدوا لأبينا آدم بما فيهم جبرائيل ومن هو أشرف من جبرائيل جبرائيل من الملائكة المقربين ومن أشرف الملائكة لكن هناك من هو أشرف من جبرائيل في عالم الملائكة الملائكة كلهم كلهم سجدوا لأبينا آدم فسجد الملائكة كلهم أجمعون الملائكة الملائكة كانوا قد اعترضوا مثلما تحكي لنا سورة البقرة في الآية الثلاثين بعد البسملة وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك نحن الذين نستحق أن نكون الخلفاء وتستمر الحكاية وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة هذه مسابقة علمية ما بين أبينا آدم والملائكة العظام فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إن علمنا محدود قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فآدم معلم الملائكة آدم أبونا الذي نسي العهود وما كان له من عزم آدم أبونا الذي خدعه إبليس وأكل من الشجرة آدم أبونا الذي وقع في المعصية والغواية الإبليسية آدم أبونا الذي أخرج من الجنة ولكنه تاب وقبل التوبته أبونا آدم هذا الذي اعترضت الملائكة على خلافته ولكن حينما أجريت المسابقة والمنافسة العلمية أقرت الملائكة بخطأها فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض هذا كلام الله مع الملائكة بعد أن اعتذروا قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا ولكنهم سجدوا سجدوا لأبينا آدم بغض النظر عن التفاصيل الموضوع فيه تفاصيل كثيرة الخلاصة 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 آدم أبونا مع كل الذي ذكر عنه من نقص في آيات الكتاب الكريم والحديث كان إجماليا مع كل ذلك النقص فإن أبانا آدم هو معلم الملائكة هو أعلم منهم وأعلم من الملائكة وهو الذي علمه في تلك المسابقة والمنافسة الإلهية العظيمة آدم وأبونا مع كل ما تحدث القرآن عن نقائصه الملائكة كلهم كلهم أجمعون سجدوا له في أحاديث المعراج في بعض المواطن النبي يقول لجبرئيل تقدم فإن جبرئيل يعتذر ويقول يا رسول الله إننا منذ سجدنا لآدم فإننا لا نتقدم على أبنائه منذ سجدنا لآدم إنه يتحدث عن الملائكة وعن الملائكة العظام وعن الملائكة المقربين فآدم مع كل ما تحدث القرآن عن الخلل في منزلته هو معلم الملائكة والملائكة سجدوا بين يديه فكيف يكون جبرئيل جبرئيل معلما لرسول الله كيف يكون جبرئيل آمرا لرسول الله من هو هذا جبرئيل بحسب القرآن لن أذكر الأحاديث لن أتحدث عن الأحاديث لأن الأحاديث قد يطعن فيها الطاعنون الآيات هذه ماذا يصنعون معها الآيات واضحة صريحة مع كل ما ذكر من خلل بخصوص منزلة أبينا آدم لكن أبانا آدم هو الذي علم الملائكة وهو أعلم منهم والملائكة اعتذروا من جهلهم وأقروا بأعلميته وسجدوا له وآدم لا وجه للمقايسة فيما بينه وبين محمد وآل محمد آدم لم يكن من الأنبياء أولي العزم الأنبياء أولي العزم شيخهم نوح الذي يشهد لنوح في القيامة بحسب أحاديث العترة الطاهرة حمزة وجعفر جعفر الطيار وحمزة وجعفر مع مع علو منزلتهما وهما الشاهدان للأنبياء كما يقول إمامنا الصادق صلوات الله عليه يغبطان قمر بني هاشم على منزلته أحاديه مثل ما يقول إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه من أن جميع الشهداء يوم القيامة يغبطون قمر بني هاشم لمنزلته هذا نوح شيخ المرسلين ولا مقايسة بين منزلة نوح وأبينا آدم فآدم ليس له من عزم بصريح القرآن ونوح الشاهد له حمزة وجعفر هل هناك من مقايسة بين أبينا آدم ومحمد وآل محمد وأبونا آدم هو معلم الملائكة وهو الأعلم الذي سجدوا بين يديه له بصريح القرآن هذا هو القرآن إنني لا أتحدث عن روايات أو عن أحاديث القرآن هو القرآن بما هو القرآن فأين سيكون آدم من محمد وآل محمد صلوات الله عليه وحينئذ أين سيكون جبرائيل الذي أستاذه آدم معلمه آدم وهو قد أدى تقوس العبودية لأبينا آدم السجود السجود هو معلم العبودية الواضح أدى تقوس العبودية لأبينا آدم فأين سيكون في فناء محمد المصطفى صلى الله عليه وآله نذهب إلى فاصل في سورة الأنبياء في الآية التاسعة بعد العاشرة بعد البسملة ماذا نقرأ فيها وله وله لله سبحانه وتعالى وله وله من في السماوات والأرض من هم الذين في السماوات والأرض الملائكة الجن البشر البشر التعبير هنا عن العقلاء وله من ما قالت الآية وله ما حتى يكون النظر إلى الجميع إلى العقلاء وغير العقلاء النظر هنا في الآية إلى العقلاء إلى أصحاب العقول وله من في السماوات والأرض من هم هؤلاء الملائكة الجن البشر دواب السماوات والأرض الكائنات والأمم الكثيرة في هذا الكون القرآن تحدث عن دواب السماوات والأرض والروايات أخبرتنا عن أمم هائلة في هذا الكون الواسع الفسيح العقلاء من كل هذه الكائنات له لله سبحانه وتعالى وله من في السماوات والأرض وماذا بعد ومن عنده هناك مجموعة تتميز عن الجميع هذه المجموعة التي هي عنده ومن عنده إمامنا الصادق يقول للمفضل ومن غيرنا من غيرنا جميع العقلاء داخلون في هذا التعبير وله من في السماوات والأرض هل هناك من عاقل يكون خارجا من هذا التعبير كل العقلاء داخلون في هذا التعبير وله من في السماوات والأرض لكن هناك مجموعة خاصة قريبة جدا منه ومن عنده إلى آخر ما جاء في الآيات ومن عنده إنهم محمد وآل محمد وله من في السماوات والأرض هنا آدم داخل في هذا العنوان وهنا نوح وهنا الأنبياء والمرسلون وهنا الملائكة وهنا جبرئيل وهنا الكروبيون من الملائكة وهنا 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 لكن محمدا وآل محمد ليسوا هنا إذن أين هم هنا ومن عنده ومن عنده القرآن واضح واضح هذه مجموعة خاصة هي التي تتحدث عنها سورة سات في الآية الخامسة والسبعين بعد البسملة قال يا إبليس الله يقول لإبليس قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالي من العالي هؤلاء هم الذين عنده لا وجه للمقايسة فيما بينهم وبين سائر الكائنات هذا قانون واضح لا يقاس بآل محمد أحد لا وجه للمقايسة القرآن واضح يا أيها الشيعي يا أيها السني المنصف تدبر في القرآن وقرأ هذه الآية إنها الآية التاسعة بعد العاشرة بعد البسملة من سورة الأنبياء وله من في السماوات والأرض هنا آدم الذي سجد له وهنا الملائكة كلهم أجمع الذين سجدوا والذي سجد له داخلون في هذه الجموع الكثيرة من العقلاء وله من في السماوات والأرض أما الذين عنده مجموعة خاصة من هم هؤلاء من هم هؤلاء هل يوجد احتمال آخر من أن مجموعة لا تعنون بعنوان محمد وآل محمد هي التي يتحدث القرآن عنها ماذا تقولون وله من في السماوات والأرض ومن عنده هؤلاء هم الذين عنده نحن نقرأ في الأدعية المعصومية في أدعية ليلة المبعث الشريف ويوم المبعث الشريف حيث يتحدث الدعاء عن الاسم الأعظم وباسمك الأعظم 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 وفي رواية وباسمك العظيم الأعظم الأعظم الذي خلقته فاستقر في ظلك ومن عنده فاستقر في ظلك فلا يخرج منك إلى غيرك لا وجه للمقايسة لا وجه للمقايسة هذا وجود لا صلة له ببقية الموجودات وباسمك الأعظم 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 الأعز الأجل الأكرم الذي خلقته فاستقر في ظلك فلا يخرج منك إلى غيرك وله من في السماوات والأرض ومن عنده هؤلاء هم العالون هؤلاء هم الذين عند الله هؤلاء هم الذين استقروا في ظله فلا يخرجون منه من ذلك الظل إلى غيره إنهم عنده هل هناك من وجه للمقايسة فيما بينهم وبين آدم آدم أبونا صفوة الله معلم الملائكة أعلم من الملائكة العظام الملائكة كلهم أجمعون سجدوا له بين يديه هذا أبونا آدم ولكن لا وجه للمقايسة لا تجوز المقايسة هنا لا تجوز ستكون المقايسة سخيفة ستكون المقايسة تحفهة ستكون المقايسة لا قيمة لها لا معنى لها هذه المقايسة ستقود إلى الضلال لا وجه للمقايسة صارت الصورة واضحة هؤلاء هم الذين نتمسك بدينهم حديثنا عن الوحي وعن محمد صلى الله عليه وآله السؤال هنا الذي كان يجري أمام أعين المسلمين آيات القرآن تحدثت عن الروايات الأحاديث من أن جبرائيل يأتي إلى النبي هذه حقيقة هذه حقيقة جبرائيل كان يأتي إلى النبي وكان الوحي يأتي بواسطة جبرائيل هذه حقيقة لا نستطيع إنكارها لكن هذا هو الذي يريده الناس هذه ما هي الحقيقة أتحدث عن الحقيقة لمقام محمد صلى الله عليه وآله هذا هو الذي يريده الناس الناس يتصورون من أن محمد صلى الله عليه وآله ينتظر آيات من القرآن حتى يأتي بها جبرائيل النبي هكذا كان يتصرف هناك صورة واضحة النبي صلى الله عليه وآله ما كان يظهر أمام الناس من أنه قادر على الكتابة والقراءة فكان يستعين بالآخرين في أمور الكتابة والقراءة مع أن أئمتنا يقولون من أن النبي صلى الله عليه وآله كان يقرأ ويكتب بكل اللغات بكل لغات الأرض وكل لغات السماء بكل لغة في الوجود كان يكتب ويقرأ بكل لغات الوجود وكان يقرأ الذي لم يكتب الروايات هكذا تقول الذي لم يكتب كان يقرأه إذا قدر له أن يكتب لكنه كان لا يظهر هذا الأمر وكان يستعين بالآخرين في القراءة والكتابة وفي واقعة الحديبية عندما رفض القريشيون القريشيون كتابة لفظة رسول الله في وصف محمد صلى الله عليه وآله في المعاهدة التي كانت بين النبي وقريش النبي قال لأمير المؤمنين أن يمسحها أمير المؤمنين قال إني لا أمسحها يا رسول الله قال دلني عليها وكأن النبي لا يعرف أين هذه الكلمة قد كتبت ومسحها النبي بنفسه صلى الله عليه وآله بعد أن أشار إليها أمير المؤمنين لأن أمير المؤمنين هو الذي كتب الوثيقة فكان النبي صلى الله عليه وآله يظهر أمام الناس من أنه لا يحسن القراءة والكتاب عدم إحسان القراءة والكتاب منقصة كبيرة منقصة كبيرة وهذا ضحك على الذقون أن يقول متحدث السنة ومتحدث الشيعة الطوسيون من أن النبي كان يلهم إلهاما فلا يحتاج إلى القراءة والكتاب كيف لا يحتاجها وهي حاجة مهمة في الحياة الدنيوية ونقصها نقص حينما لا يكون النبي قادرا على الكتابة والقراءة نقص واضح هذا نقص واضح على أي حال هذا ما هو بموضوعنا هذا مثال النبي كان يكتب ويقرأ بكل لغات الوجود بكل لغات الدنيا ولغات الوجود كله وكان يقرأ الذي لم يكتب يقدر له أن يكتب يقدر لكاتب في شرق الأرض أو غربها أن يكتب شيئا فإن محمدا صلى الله عليه وآله كان يقرأه قبل أن يكتب هذا هو محمدنا أنا لا أتحدث عن محمد سقيفة بني ساعد لهم محمدهم الخاص بهم ولا أتحدث عن محمد سقيفة بني طوس لهم محمدهم الخاص بهم وهنيئا لهم بمحمده إنني أتحدث هنا عن محمد العترة الطاهرة عن محمد الذي دينه دين العترة الطاهرة محمد صلى الله عليه وآله حينما جاءته تلك المرأة التي تحدث القرآن عنها في سورة المجادلة أو المجادلة بعد البسملة في الآية الأولى قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير إلى آخر ما جاء في الآيات هذه امرأة من المسلمين ظهرها زوجها هذا أمر كان معروفا عند العرب يخاصم الزوج زوجته ويقول لها أنت علي كظهر أمي وبعد ذلك يخرجها من بيته أمر أشد من الطلاق كان هذا موجودا في الجاهلية فأحد المسلمين في المدينة فعل هذا مع زوجته فجاءت هذه المجادلة تجادل في هذا الأمر تتحدث مع رسول الله إنني أقرأ عليكم من الجزء السادس من الكهف الشريف للكلين المتوفى سنة 328 للهجرة وهذه طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان رقم الباب 111 الحديث الأول بسند الكليني عن إمام الباقر صلوات الله عليه قال إن أمير المؤمنين قال صلوات وسلام على أمير المؤمنين إن امرأة من المسلمين أتت رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت يا رسول الله إن فلانا زوجي قد نثرت له بطني نثرت له بطني أنجبت له أولادا إن فلانا زوجي قد نثرت له بطني بطني وأعنت وأعنته على دنياه وآخرته فلم ير مني مكروها وأنا أشكوه إلى الله عز وجل وإليك قال مما تشتكينه قالت له إنه قال لي اليوم أنت علي حرام كظهر أمي وقد أخرجني من منزلي في الجاهلية ستكون هذه المرأة حراما على زوجها إلى آخر عمره لن تعود إلي وقد أخرجني من منزلي فانظر في أمري تقول لرسول الله فقال رسول الله ما أنزل الله علي كتابا أقضي به بينك وبين زوجك وأنا أكره أن أكون من المتكلفين فجعلت تبكي وتشتكي ما بها إلى الله وإلى رسوله وانصرفت ثم نزلت الآيات هل كان رسول الله صلى الله عليه وآله عاجزا عن معرفتي وبياني الحكم في هذه المسألة هل تصدقون هذا لكنه برنامج حتى يكون موافقا للذي تريده الأمة الأمة تريد أن تسمع من أن جبرائيل نزل بالآية على رسول الله وجبرائيل سيكون نازلا لكن رسول الله صلى الله عليه وآله هل كان محتاجا من حيث هو لكل هذا قطعا لا ليس محتاجا هذا لأجل الأمة بالضبط مثل ما جرى في قصة زواج زيد من زينب بنت جحش التي هي بنت عمة النبي صلى الله عليه وآله وكان مقررا لها أن تتزوج رسول الله لكن النبي أراد بيان حكم لأن الأمر كان شائعا بين الناس فأراد أن يبين حكما فكانت الواقعة التي جرت في قصة زينب بنت جحش النبي هو الذي أمرها أن تتزوج زيدا هي لم تكن راغبة في الزواج من زيد لكن النبي أمرها وما كان لمؤمن إنني أقرأ من سورة الأحزاب إنها الآية السادسة والثلاثون بعد البسملة وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمره ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا النبي هو الذي أمر زيدا أن يتزوج زينب بنت جحش وهو الذي أمر زينب بنت جحش أن تتزوج زيدا زيد ما كان هذا يجول في خاطره لأنه لا يتصور نفسه أن يكون كفآ لامرأة كزينب الجميع يعرفون من أن زينب لرسول الله ولكن رسول الله هو الذي أصدر الأمر أن تتزوج زينب من زيت وأن يتزوج زيد من زينب زيد هذا الذي رباه رسول الله الناس هكذا كانت تعمل تعد الذي يربى يتبنى بحسب الأعراف الجاهلية يصبح ابنا الله سبح وتعالى لا يعد ذلك ابنا النبي أراد أن يثبت هذه الحقيقة لأجل المحافظة على الأنساب فأمر زينب أن تتزوج من زيت وأمر زيدا أن يتزوج زينب والآية تتحدث عن هذا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة المؤمن هنا زيد والمؤمنة زينب وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمره هذا أمر من رسول الله ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينة وبعد فترة من الزمان النبي قام بهذا الترتيب وهذا الترتيب منسق فيما بين النبي وبين الوحي وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه وهو زيد أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه لا كما تفسر من أن النبي كان راغبا في زوجة زيد حينما كانت عند زيد وبشهوة كان ينظر إليها هكذا يقولون عن رسول الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه تخفي في نفسك هذا المخطط هذا هو الذي كان يخفي لأنه أظهر شيئا للناس وأخفى شيئا في نفسه الله الله سبحانه وتعالى هنا ضمن المخطط هذا أن يتحقق الأمر أن تنفصل زينب عن زيد وأن يتزوجها رسول الله والذي أجر العقد هو الله بصريح الآية فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك هذا تزويج في السماء هذا عقد الزواج فلما قضى زيد منها وطرا من مراد من الوطر إنه الأمر المهم الأمر المهم الذي كان يريده رسول الله ما هو الأمر المهم زيد قضى منها وطرا قضى الأمر المهم الذي أوكل إليه من قبل رسول الله هذا برنامج برنامج وإلا ما الحاجة أن تتزوج زينب من زيد وهي ليست راغبة فيه قطعا لما أمرها رسول الله تزوجت تزوجت بأمر رسول الله مثل ما قالت الآية وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا هذا أمر شرعي أن يكون لهم الخيارة من أمرهم حتى لو لم تكن راغبة في الزواج من زيد لا خيارة في الأمر هنا هنا تسليم لرسول الله لأن القضية ليست زواجا عاديا هذا برنامج تشريعي وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك بحسب ظاهر الأمر واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبدي وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه وهذه البيانات لا تتحدث عن الحال الحقيقي لرسول الله وإنما تظهر ما الناس يتصورونه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لماذا؟ لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا هذه الآية يفسرها المستشرقون والمسيحيون ويفسرها الذين يفسرونها من الذين ينتقصون من رسول الله من المسلمين من أي مجموعة وكأن النبي يفكر بشهوته ويدير الأمور برغباته الجنسية هذه حكاية لبرنامج تشريعي مثل تمثيلا بهذه الطريقة التي تحدث القرآن عنها لكنها مثلت تمثيلا حقيقيا النبي أصدر أمره لزينب أن تتزوج زيدا وسلمت لأمر رسول الله وأصدر أمره لزيد أن يتزوج من زينب وسلم لأمر رسول الله ثم النبي صلى الله عليه وآله وآله بحسب البرنامج الموضوع فك فيما بينهما وتزوج زينب لا لشهوة أو لرغبة هذا موضوع تشريعي بالضبط كحكاية المرأة التي ذكرت في سورة المجادلة أو في سورة المجادلة ومثل هذا كثير في القرآن ومثل هذا كثير في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله النبي ما كان يظهر أنه يصلي وإنما أظهر صلاته بعدما نزل الأمر بالصلاة النبي يصلي من أول لحظة نزل فيها من رحم أمه إلى الدنيا تقولون كيف هذا نحن نقرأ في سورة مريم في الآية الثلاثين بعد البسملة والتي والتي بعدها حينما تكلم عيسى المسيح وهو في المهد في أول ولادته قال وهو 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 في المهد كان نبيا وكان مصليا وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا نبينا كذلك من أول لحظة كان مصليا كان مصليا بحسب ما كان في المهد ولكن بعد ذلك كان يصلي وكان يصلي بفاتحة الكتاب لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب لا صلاة إلا بطهور كان يصلي الصلاة كما هي لكنه أظهر ذلك للناس بحسب ترتيب تبليغ الرسالة والأمر هو هو في الصوم نحن حينما نقرأ في سورة البقرة في الآية الثالثة والثمانين بعد المئة بعد البسملة يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون هل كتب الصيام على الأمم الماضية بحسب تأويلهم لقرآنهم فإن صيام شهر رمضان لم يكتب على الأمم الماضية على الإطلاق إذن ما معنى الآية يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم إنه كان مكتوبا على الأنبياء الأنبياء جميعا كانوا يصومون شهر رمضان وما كانوا يظهرون هذا لأممهم لأن صيام شهر رمضان فرض على أمة محمد صلى الله عليه وآله نحن هكذا نقرأ في دعاء وداع شهر رمضان من أدعية الصحيفة السجادية الكاملة إنه الدعاء الخامس والأربعون هكذا يعلمنا إمامنا السجاد صلوات الله عليه نقرأ في دعاء وداع شهر رمضان شهر رمضان الذي اختصصته من سائر الشهور وصلنا إلى فاصل الأذان النجفي نذهب إلى فاصل وبعد الفاصل أعود إليكم حياكم الله وصلنا إلى الآية الثالثة والثمانين بعد المئة بعد البسملة من سورة البقرة يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ في الدعاء الخامس والأربعين من أدعية الصحيفة السجادية الكاملة إمامنا السجاد يعلمنا نقرأ في دعاء وداع شهر رمضان حيث نقول إنني أذهب إلى موطن الحاجة الدعاء طويل شهر رمضان الذي اختصسته من سائر الشهور وتخيرته من جميع الأزمنة والدهور إلى أن يقول الدعاء وأجللت فيه من الجلالة وأجللت فيه من ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر ثم آثرتنا به ثم آثرتنا به على سائر الأمم ليس هناك من أمة قبل أمة محمد صلى الله عليه وآله قد صامت شهر رمضان ثم آثرتنا به على سائر الأمم واصطفيتنا بفضله دون أهل الملل فصمنا بأمرك نهارة وقمنا بعونك ليلة إلى آخر ما جاء في الدعاء الشريف ثم آثرتنا به ثم آثرتنا به على سائر الأمم واصطفيتنا بفضله دون أهل الملل إذن هذا هو معنى الذين قد كتب عليهم الصيام من قبلنا إنهم الأنبياء صوم شهر رمضان كان مكتوبا على الأنبياء فهل معقول أن الأنبياء يصومون شهر رمضان ونبينا لا يصومه ماذا تقولون أنتم قطعا نبينا لذاته ليس محتاجا لصلاة لأن الصلاة وسيلة ونبينا لا يحتاج إلى وسيلة هو الوسيلة فيما بيننا وبين الله هو لا يحتاج إلى وسيلة فيما بينه وبين الله هو باب الله هو وجه الله نبينا لا يحتاج إلى الصلاة ولا يحتاج إلى الطهور ولا يحتاج إلى الصيام لا يحتاج إلى الوسائل هذه وإلى الآليات هذه لكنه أسوة أسوة في جميع مقاماته فلابد أن يكون كاملا في جميع الاتجاهات مثلما القراءة والكتابة كمال له كمال له من حيث الواقع الدنيوي هذه كمالات عرضية وليست بكمالات ذاتية وليست بكمالات ذاتية الصلاة والصيام كمالات عرضية لرسول الله لكنها ثابتة له من أول لحظة نزل إلى الدنيا إلى آخر لحظة كان فيها هذا كمال لرسول الله فهل يعقل أن الأنبياء يصومون شهر رمضان ونبينا لا يصومه وهل يعقل أن عيسى المسيح تكتب عليه الصلاة من أول لحظة ويصلي ونبينا لا يصلي نبينا أسوة للأنبياء نبينا سيد الأنبياء كل الكمالات موجودة فيه هذه كمالات الأنبياء بالنسبة لمحمد صلى الله عليه وآله كمالات عرضية هو لا يحتاجها لذاته إنما يحتاجها لأنه أسوة وفي الحقيقة الناس يحتاجونها فهو يحتاجها لحاجة الناس إليها فهذه كمالات عرضية وهكذا سائر الأحكام فهل كان نبينا يشرب الخمر قبل أن تأتي الآيات بتحريمه هل كان يمارس المحرمات قبل أن تأتي الآيات بتحريمها القرآن كله عند محمد صلى الله عليه وآله في رواياتنا لما جاءت لما جاءت فاطمة بنت أسد بأمير المؤمنين بعد الولادة بعد أن خرجت من الكعبة جاءت به إلى رسول الله لأن رسول الله كان ينتظرها كان ينتظر عليا لما أخذ أمير المؤمنين بين يديه ما إن نظر أمير المؤمنين إلى وجه رسول الله إلا وبدأ يقرأ القرآن قد أفلح المؤمنون بدأ يقرأ الآيات الأولى من سورة المؤمنون نحن نتحدث عن تأريخ يكون بمدة عشر سنوات قبل البعثة ولادة أمير المؤمنين قبل البعثة بعشر سنوات فكان أمير المؤمنين يقرأ قد أفلح المؤمنون يقرأ هذه الآيات رسول الله صلى الله عليه وآله قال له قد أفلح المؤمنون بولايتك هذه المضامين موجودة في رواياتنا وحتى هذه المضامين هي دون منزلتهم أنا لا أريد أن أوجه نظري إلى هذه الروايات سأبقى بحدود الآيات لأن الروايات يمكن للآخرين أن يطعنوا بها ولطالما طعنوا بها يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون إنهم الأنبياء هكذا كانت تجري الأمور لأن الأمة تريد هذا لو أن الناس يعلمون أن النبي كان يصلي قبل برنامج ترتيب نزول الواحي إنهم لن يصلوا لن يلتزموا بصلاة سيعدونها من محمد الذي يعتبرونه كأمثالهم ولكن حين يكون الأمر هكذا من أن الملائكة يأتون بالوحي وبهذا الترتيب ومن أن النبي يقول من أنه لا يصدر حكما حتى يأتي الواحي هكذا تريد الأمة الآيات في سورة الأنعام تدبروا فيها تدبروا فيها إنها الآية السابعة بعد البسملة وما بعدها ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين إنه يشبه أعمال السحرة بعض السحرة يفعلون مثل هذا الأمر فيقولون هذا سحر ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس نزل عليك أمام أعينهم من السماء ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لو لا أنزل عليه ملك يريدون أن ينظروا الملائكة بأعينهم ولو أنزلنا ملكا كما هو لو أن جبرائيل ظهر للناس كما هو فماذا يعني ذلك يعني أن تغييرا حدث في بنية الناس لم يبقى الناس على ما هم عليه هناك تغيير حدث وهذا التغيير إذا ما حدث تترتب على ذلك أمور لأن الحجة صارت أقوى وحينما صارت الحجة أقوى فإن الحجة الأقوى ستستنزل العذاب إن عاندوا الحج هذه قوانين الله وقالوا لو لا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون إذا ما رفضوا تلك الحجة ولو جعلناه ملكا لو أننا بعثنا إليهم رسولا ملكا من الملائكة بنحو مباشر من دون التوسط البشري وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا لَأَظْهَرْنَا لَهُمْ أنَّ الْمَلَكَ هَذَا مَلَكًا وَلَكِمْ وَلَكِنَّهُمْ لَنْ يَقْبَلُوا بِهَذَا يَقْبَلُوا بِهَذَا عَلَى هَذِهِ الْفَرَضِيَةِ على فرضية أن ملكا سيكون رسولا فيما بين الناس وبين الله في حال نبينا صلى الله عليه وآله إنهم يرفضون أن يحدثهم محمد صلى الله عليه وآله من عنده بشكل مباشر يريدون برنامجا هم يتصورون من أن الحقيقة تكون هكذا ولذا صار هذا البرنامج هذا هو منطق القرآن ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليه عملية تلبيس عملية تمويه ما يلبسون هم الذين يريدون التلبيس على أنفسهم ولذا فإننا سنقوم بمداراتهم وهذا هو الذي كان يقوله رسول الله والأئمة الأطهار والله والله ما كلمنا الناس قاط على قدر عقولنا وإنما نكلمهم على قدر عقولنا هذه هي الحقيقة هذا هو الأمر الذي كان يبينه رسول الله دائما صلى الله عليه وآله والله والله ما كلمنا الناس قاط على قدر عقولنا إنما نكلمهم على قدر عقولهم صار واضحا إلى الآن من أن أبانا آدم كان سيدا على الملائكة الملائكة قدموا طقوس العبودية بين يديه وهو الذي علمهم وهو سيدهم وسجدوا في فنائه وآدم لا وجه للمقايسة فيما بينه وبين محمد وآل محمد فأين نضع جبرئه؟ أين نضع جبرئه؟ الناس هم الذين يريدون أن يجري الأمر هكذا فجرى الأمر هكذا فجرت الأمور بهذه الطريقة هذا المطلب يحتاج إلى تفصيلات أخرى لكنني في الحقيقة لا أملك وقتا كافيا لكثرة الأسئلة التي عندي أنا أحاول أن أجعل عدد حلقاتي هذا البرنامج أقل مما يمكن أن تكون عليه إذا ما ذهبت مفصلاً في الكلام في كل أجوبة الأسئلة أكتفي بهذا البيان وإذا ما سنحت فرصة أخرى أعود إلى الموضوع وإنني قد تحدثت عنه سابقاً في برامج المنتشرة على الشبكة العنكبوتية نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر